خلاص يعني مش سهل الفرحة هتعرف لي طريق تاني يعني مش هتعرف توصل لقلبي تاني فكل شيء ممكن افتكر ماما بتطول الوقت ومنابس انت ربت وجودها بالفرحة اه طبعا اه وبعدها الفرحة الامان الراحة اه كل المعاني الجميلة حد كيرينج قوي علي اه حد الفضاني عن نفسه هل بنكتشف ده يا الهام اخرا بنعرف قيمة الناس الغاليين قوي عندنا وحتى قيمة الاشياء الغالية قوي عندنا لما نحس ان احنا ممكن نفقدها او ان احنا فقدناها وطبعا انا حسيت ده قوي ويمكن جواي احساس بالذنب الفضيع والندم الفضيع ان انا ما كتش بعرف اعبر لها عن حبي ده وهي عايشة يعني درجة الافتقاد ليها والاشتياء ليها والحضنها وعايز اقولها كلمة حلوة وعايز اسمع منها كلمة حلوة انا كنت بقى اسمع منها بس ما كنتش ببادلها كنت بدل يعني عايجي نمو اما تقولي كلمة حلوة يعني يعني حسيت ان انا قد ايه كنت مقصرة بس معرفش ده غير بعد فوات العوان ازاي رجع ده فالواحد بيبقى جواي ندم بقى فضيع ليه انا ما كنتش اكثر حنانا ليه انا مدتهاش من وقتي اكتر ليه كانت اوقاتنا بقعدين اخنا الاثنين في البيت لكن ماما قاعدة برا كده على الكنبة قدامي التليفزيون وانا قاعدة فوقتي مثلا اقرأ ده ما اخرج واقرأ معيها ليه ما استثمرتش وقت وجودها في الدنيا الله الله حلوة اول معنا ده ليه ما استثمرتش وقت وجودها في الدنيا اه فبحس بنادم شديد بسافر بخرج وانا في البيت دايما انا عود اقرأ يعني ابقى مركزة في حاجة هل قربنا من الاشياء بيخلينا خد بارك بالتعبير الجاي نفقد اللحفة ممكن ممكن لانها موجودة اه موجودة وبالتالي نحن لسنا في حاجة الى ان يعني نتلهف عليها بالزبط كده بالزبط فانا كنت ماما موجودة ماما بتزبط كل حياتها علي يعني لو مثلا ان عندها معايد معزومة عند اختها عند صاحبتها بتاع وانا جيت قلت لها مثلا لا ده انا التسوير اتلغى انا هاعد في البيت تروح لغية كل حاجة عشان لما الهام موجودة ما سبهايش لوحدها لازم ابقى موجودة فانا تعودت على طول ان اماما موجودة مينفعش اخش البيت ملاقيهاش مينفعش طول حياتي من وانا طفلة وعودتني علي كتسوير لما دخلت اول مرة البيت وما كانتش موجودة حسيت بايه؟ حسيت ان انا اللي مش موجودة بقى في الدنيا خلاص لقى كانت لحظة الحقيقة يعني لحظة العودة دي مش عايزة افتكار ايش مش عايزة ابكي ببرامج وحاجات كده لكن الحقيقة كان بالنسبة لي فوق درجة الاحتمال خالص وانا غيبت يعني هما اسدوا يغيبوني ويهدقوني عشان قعدت كده ايام مين والبيتك قطعت قوي في الهام؟ والله يا ماما الله ارحمه قطعت فينا كلنا الحقيقة يعني ماما كانت قريبة لنا جدا 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 وكانت يعني مش بس امنا يعني الحقيقة كانت صديقة لنا كلنا وهي اللي دايما كانت مجمعة العيلة وهي يعني اللي علمتنا يعني ايه؟ معنى العيلة بس يمكن هي كانت قريبة اكتر لالهام بحكم ان انا سفرت درست بره وقعدت كذا سنة بره وبعدين رجعت والولاد برضو وضعهم مختلف بنبقى طول النهار بره اللي عنده شغل طول النهار والكلام ده كله فهي كانت اكتر حد بتقعد معاها هي الهام يعني في الهام الالهام عندهاش تصوير الهام مش اوت جوينج قوي مش غاية خروج والكلام ده فهي كانت صاحبتها وعلى طول قعدة معاها والحقيقة الهام هو مش الهام بس والحقيقة كلنا كنا بنعتمد عليها اعتماد كلي في كل حاجة في الدنيا انجسر ظهرها بوفاة الام؟ اكيد بمعنى؟ بمعنى ان هي الحاجة الوحيدة هي الحضن الحنين هي كل حاجة ماما كانت بنسبة لنا الدنيا نعم فبوفاة ماما ما بقاش عندنا اي حد نلجأ له عارفة لين سألتك السؤال ده؟ لان انا حريص في برنامج انساني من هذا النوع من البرامج ان انا اقوي ما يمكن ان يسمى بدورنا نحو الاب والام في زمن ان نتصور ان نوجدهم جنبينا هو كل شيء وبالتالي نفقد الله او هو دائم او هو دائم اه وحقيقة الامر على فكرة احنا لازم نبقى كده مش بس كمان للاب والام نعم لانه ممكن في ثانية صديق قريب مننا جدا نعم صحيح وتلاقيه اتخطف او صديقة او اهل بنت اديبة اسمها غادة كريم قارت لها على الفيسبوك عبارة غريبة قوي تقول ايه الهام اعفزوا وجوها اصدقائكم فقد يغيبوا في لحظة ما جملة بليغة جدا معنى شديد الغرابة نعم وان احنا فعلا لازم نفكر انهم في ناس ممكن نفقدهم فجأة فخلينا كويسين معاهم لو احنا بنحب الناس دي صحيح عشان ما نرجعش نندم لانه شوف حزني على فقدان امني حاجة وندمي على اني فعلا الجملة اللي انا قلتها ما استثمرتش وجود امي جنبي في الدنيا صحيح ما عادش جنبها ليه اكتر صحيح ما ادتهاش ليه حنان اكتر صحيح انا من النوع اللي ما بعرفش عبارة وبعدين قلت في الاخر ولكن بعد فوات الاول خلاص ما كلمنيش عن والدك بابا اصلنا ما عيشتش معا كتير يعني انا عيشت معا فترة لغاية ما دخلت المعهد يعني لغاية ما خلست المدرسة وبدأت الخلافات بيننا وبنبعد وبدأي بقى عنده بيت اخر بينك وبين والدك اه خلافات بيني وبين والدي وبعدين اتنقلت بقى انه بقت بين بابا وماما لانه ماما طبعا معايا يعني تدافع عني وفي صفي وانت نقفتي مؤمنة باختيارك المشكلة هو اللي رباني على هذا الاسلوب فلما جي عايزي غيره ما ينفعش انت ربيتني على ان انا شخصية حرة مستقلة قولي الحق وفعين اي حد خليكي جريئة ما تخفيش انت تقعد تغرس فيا ده من وانا بتعلم الكلام وبعدين فلما جي امارس ده حقي بقى انا كبرت وباخد قرار في حياتي انا ادرس ايه وانا ممكن اشتغل ايه بابا من وانا عاييلي يقولك انا عايزك دكتورة انت عايزني بس انت مربتنيش ان انا اعمل اللي بابا عايزه انت ربتني ان اعملي اللي انت مقتنعة بيه اللي انت حاسيه اللي انت عايزيه فهو كان ليه اسلوب في التربية هل كنت فيه ما بعد تقارنين بينه وبين الرجال الا مره في حياتك يعني كنت احيانا اه دكتورة شوية نعم فان ما تحاولش ان انت تفرد رأيك عليا انا ابويا ما قدرش يفرد رأيه عليا نعم فانت ما تفردش رأيك عليا انا عندي رأيي مم والانا اشوفه ان هو صح ومناسب لي يبه هو ده الصح ومناسب لي هل هو شكل من اشكال العناد جواكي انا عنيدة بطبع انا عنيدة هل خصدك العناد كثيرا في الحياة احيانا طبعا خسرني ناس زعل ناس مني احيانا عاند حتى على نفسي انا ممكن اقذي نفسي بالعناد هل كان والدك صوته عالي لا مش عالي بس ليه طريقة حاسمة اه يعني ازاي هلمك الاعتمد عن نفس انا كنت كبيرة انا اكبر واحدة انت البكرية انا البكرية ومسلا بابا كان لما يخش البيت ما يقولش فين الهام والفين الكبيرة كلمة الكبيرة فين الكبيرة اه ما يقولش ابدا فين الهام اه تعالي يا كبير كده ويندهي كدوا تعالي كبيرا فكلمة الكبيرة الكبيرة بتغرس الجواكي اه ان انا كبيرة ان انا بعتمد على نفسي ان الاخرين ممكن يعتمدوا علي وكت يعني بفرح بدا يعني حتى اتعامل مع اخواتي انا الكبيرة فأنا يعني زي ماما يعني اشتركوا في القناة